اشتركوا في القناة نتيجة لحركة الرياح على سطح الارض وتسخين حرارة الشمس للمسطحات المائية يتكاسف بخار الماء ويسكت امطار المطر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن بخار ماء متكاسف يعني ابسط تعريف ليه اقول هو بخار ماء متكاسف يعني ايه متكاسف؟ يعني بخار الماء طبعا ده في حالة غازية التكاسف يعني تحول من حالة غازية الى حالة سائلة يعني تحول من بخار الى ايه؟ الى قطرات مائية ما بيقدرش الهواء طبعا ان هو يحملها فبتسقط على هيئة ايه امطار انواع المطر عندي تلات انواع امطار تصعودية وامطار تداريسية وامطار اعسارية هنعرف طبعا الفرق بينهم دلوقتي نبدأ كده بالامطار التصعودية الامطار التصعودية ديت اسببها صعود الهواء الساخن المحمل ببخار الماء الى طبقات الجو العليا عشان كده سميناها ايه تصعودية بسبب صعود الهواء الساخن الى اعلى بص كده معايا في الصورة ديت بتطلع على الشمس بتطلع على المسطحات المائية تسخن الطبقة السطحية من الماء فلما الماء يسخن هيتحول الى بخار هيتصاعد بخار الماء الى اعلى هيكون ايه هيكون صحب يعني الصحب اللي احنا بنشوفها دي عبارة عن بخار ماء بس نتيجة للارتفاع بتبرد فبخار الماء اللي فيها بيحصل له ايه تكاسف يعني يتحول من صورة غازية الى صورة سائلة فيتحول الى قطرات مائية ما يقدرش طبعا الهواء انه هو يحمل الماء يعني الهواء ممكن يحمل البخار اوه لكن الماء لا فبينزل على هيئة ايه امطور زي ما احنا شايفين في الصورة كده ده بنسميه ايه بقى بنسميه مطر تصعدي بسبب تصعود بخار الماء الانتيجة لتسخين يعني الشمس لطبقات المياه السطحية يبقى صعود الهواء الساخن المحمل بخار الماء الى طبقات الجو العليا فيبرد الهواء ويتكاسف ما به من بخار الماء ويسقط على شكل مطر غزير من اكتر الاماكن اللي بتظهر فيها الصورة ديت بشكل يعني واضح قوي المنطقة الاستوائية وده بسبب ارتفاع الحرارة فيها والتسخين الدائم المستمري لها يوميا بتطلع الشمس تسخن المناطق يعني المسطحات المائية هناك فيتصعد بخار الماء الى اعلى ويتكاسف ويسقط امطور كده عرفنا اول نوع من المطر هو المطر التصعدي اما الامطار التدارسية اسبابها هو استدام الرياح المحملة ببخار الماء بالجبال يبقى امطار تدارسية ليه علشان انا عندي رياح محملة ببخار الماء الرياح ديت بتيجي تلاقي قدامها مثلا جبل زي ما احنا شايفين في الصورة تصطدم بالجبل ده عايزة تعدي مش عارفة طبعا فتتصعد الى اعلى بتفضل تتصعد تصعد الجبل كده الفوق طول ما هي طلع كده بيحصل ايه في الحرارة بتنخفض الحرارة فالبخار اللي هي محملة بيه دوت بيحصل له تكاسف فبيتحول الى قطرات مائية فيسقط على هيئة مطر وبيسقط في الجانب دوت طبعا امطار غزيرة بعد كده الرياح لما بتعبر الجبل بتعدي تلعت للقمة خلاص وعدت اليمة التانية بتكون ايه بتكون جفة نسبة المياه اللي هي كانت شايلها كلها تخلصت منها في الجانب المواجه ليها من التدارس اما في الجانب الاخر ده بتكون رياح جفة دي بنسميها منطقة زل المطر منطقة زل المطر احيانا بتلاقي جبل تلاقي جزء منه يعني سفح من سفح الجبل دوت كده يعني فيه خضرة واشجار ويعني مخضر كده والجنب التاني بتلاقي صحراوي تلاقي يعني نسبة الخضرة اللي فيه قليلة جدا تعرف ايه بقى تعرف ان الجنب اللي فيه خضرة دوت وفيه اشجار ونباتات والكلام ده تعرف ان ده الجانب المواجه للرياح اللي بتسكت فيه معظم الامطار اما الجنب الاخر من الجبل بيبقى ده منطقة ايه منطقة زل المطر بتكون الرياح عبرت طبعا بعد ما طلعت كده عدت فوق الجبل خالص وتعدي اليمة التانية تكون خلاص تخلصت من كل بخار الماء او كل يكمية المياه اللي هي شيلها فتكون رياح جفة يبقى ده سبب الامطار التدريسية هو استضام الرياح المحملة بخار الماء بالجبال تسعد الى اعلى يبرد الهواء يتكاسف ما به من بخار الماء ويسقط على شكل مطر النوع التالت وهو الامطار الاعصارية دي بقى سبب حدوثها هو تقابل الهواء البارد مع الهواء الساخن كتل هواء بردة تتقابل مع كتل سخنة طب بيحصل ايه لما الهواء البارد بيتقابل مع الهواء السخن الهواء السخن طبعا بيكون هو اخف الهواء الساخن ده المحمل بخار الماء بيبقى اخف من الهواء البارد فبيحصل ايه بيتصاعد الى اعلى يعني بيطلع فوق الهواء البارد فلما يتصاعد الى اعلى تنخفض درجة حرارته فيتكاسف بخار الماء اللي فيه بيتكاسف ويتحول الى قطرات مقايزة ما قلنا تسقط على هيئة ايه على هيئة مطر المطر في الحالة دي بسميه امطار اعصارية ليه بقى لان بيصاحبوا حدوث عواصف واعصير وريح شديدة جدا نتيجة حركة الهواء اللي بتحصل ديت يعني زي ما تقول كده مثلا سراع بين الهواء البارد وبين الهواء الدافي يبقى تقابل الهواء بارد مع هواء ساخن محمل ببخار الماء يسعد الهواء الساخن لاعلى فيبرد ويتكاسف ما بيه من بخار الماء ويسقط على شكل مطر مصحوب البرء والرعد زي ما بيحصل عندنا كده في فصل الشتاء لما بتسقط الامطار بيصاحبها احيانا ايه برء ورعد تعرف ان فيه هنا هواء بارد تقابل مع هواء ساخن وحصل بينهم الصراع دوت اللي هو بيظهر لنا في هيئة ايه برء ورعد وامطار غزيرة ده نوع الامطار الاعصارية كده خدنا الانواع التلاتة من الامطار دلوقتي بقى هنشوف توزيع الامطار في العالم من الخريطة اللي قدامنا هنا بنعرف ان فيه امطار او فيه مناطق امطارها غزيرة ومناطق متوسطة المطر ومناطق نادرة المطر يبقى توزيع المطر في العالم ما هوش واحد في كل اجزاء العالم لكن بيختلف يختلف توزيع وكمية المطر من مكان لاخر على سطح الكرة الارضية طب اسباب اختلاف كمية المطر وتوزيعه هو اختلاف انواع الرياح واتجاهتها وانواع الامطار حسب نوع الرياح اللي هتوب عليك لو الرياح فيه احيانا طبعا هندانا رياح ممترة وفيه رياح جفة مثلا زي الرياح الموسمية الصيفية فاكرينها طبعا دي ايه قلنا رياح ايه اول مسما مع موسمية صيفية تبقى ايه ممترة على طول لانها جاية من اللي فين جاية من الماء راحة الى اليابس لكن لو قلتلك موسمية شتوية دي الرياح طبعا جفة لانها خرجة من اليابس راحة الى الماء والرياح برضو العكسية بتبقى الرياح ممترة اما الرياح التجارية هي الرياح جفة لو تسقط ايه امطار يبقى حسب نوع الرياح واتجاهها وانواع المطر بيختلف توزيع المطر وكميته من المكان الاخر على سطح الارض زي ما انت شايف اللون الاحمر دي مناطق غزيرة المطر هتلاقيها حوالين المناطق الاستوائية حوالين خط الاستوائية هنا في افريقيا في امريكا الجنوبية في قارة اسيا في الاجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية منها اهيت اما الاخضر ده مناطق متوسطة المطر هتلاقيها في قارة اوروبا حوالين المنطقة الاستوائية في افريقيا زي ما انت شايف السحل الشمالي للبحر المتوسط هنا والجزء الشمالي من افريقيا اهو يعني حوالين البحر المتوسط كده دي مناطق ايه متوسطة المطر وفي شرق اسيا شرق استراليا في شرق امريكا الشمالية امريكا الجنوبية اما نادرة المطر دي بتبقى طبعا في المناطق الصحراوية ومنها الصحراء الكبرى في شمال افريقيا يبقى ده يعرفنا من الخريطة ان فيه مناطق غزيرة المطر اهو حوالين خط الاستواء المناطق الاستوائية وطبعا المطر هنا نوع ايه امطار تصاعدية بصاعد بخار الماء نتيجة للتسخين طبعا هنا بقى امطار متوسطة المطر اه مناطق متوسطة المطر معلش انا اسفة مناطق متوسطة المطر دي بتبقى موجودة فين الساحل الشمالي البحر المتوسط في قارة اوروبا زي ما انت شايف اكتر ايه الاماكنة هون مناطق نادرة المطر دي مناطق استحراوية عمتا سحراء الكبرى في افريقيا شبيل جزيرة في اسيا معظم المناطق استحراوية صحراء استراليا وامريكا الجنوبية والشمالية وهكذا دلوقتي هنعرف اثر المناخ على اثر الانسان على المناخ هل الانسان بيأثر على المناخ؟ هو الانسان بيأثر في المناخ والمناخ هو كمان بيأثر في الانسان يعني فيه تأثير متبادل بينهم بس تأثير الانسان في الوقت الحالي على المناخ يعني بقى تأثير كبير شوية افرت الانسان في العصر الحديث في استخدام التكنولوجيا المضرة بالبيئة طبعا تقدم العلمي الكبير اوي اللي الانسان بيعيشه في الوقت الحاضر والاستخدامه للتكنولوجيا المتطورة ده يعني كان لي نتيجة سلبية شوية على البيئة لانه ادى الى حدوث تغيرات مناخية اثر على المناخ بشكل سلبي عمل ايه بقى ترتب عليه ارتفاع درجات الحرارة اه طبعا نتيجة لازالة الغابات يعني التوسع في اقامة المصانع الغازات اللي استمى اللي بتخرج من المصانع من السيارات اه كل دوت بيأثر طبعا في البيئة بشكل سلبي وادى الى حدوث اه ظهرة احتباس حراري ارتفاع درجة حرارة الارض نتيجة لسوك بطبقة الاوزون اللي ادى الى دخول اشعة الشمس الضرة الى سطح الارض واحتباسها في الارض فده خلى طبعا درجة الحرارة ترتفع انتشار الجفاف والتصحر برضو دي من ضمن النتائج او يعني اثر الانسان على المناخ انتشار الجفاف والتصحر وانتشار الاعصير زي ما انت شايف في الصورة اهو كسرة الاعصير برضو دي كانت نتيجة لتدخل الانسان السلبي في البيئة باستخدامه للتكنولوجيا المدرة يعني استخدامه للتكنولوجيا المدرة للبيئة او اضراره للبيئة نتيجة ايه نتيجة الافراط في استخدام التكنولوجيا برضو عندنا هو التصحر صورة للتصحر بتوضح لك قد ايه يعني ده خطر كبير او بيهدد البيئة بيهدد الارض الزراعية تحولها الى مناطق صحراوية غير منتجة للنبات يبقى عرفنا كده ان الانسان كان ليه تأثير على المناخ افرت الانسان في العصر الحديث في استخدام التكنولوجيا المدرة بالبيئة وترطب على كده زي ما قلتلك بعض المشكلات ودوس تغيراته المناخية زي ارتفاع الحرارة انتشار الجفاف والتصحر وانتشار الاعاصير في جهات مختلفة من سطح الارض طبعا احنا كده خلصنا درسنا دلوقتي بقى فيه تدريب على الجزء اللي احنا خدناه عندنا طبعا مجموعة من الاسئلة على الرياح وعلى الامطار هنا طبعا مفروض ان احنا بنكتب اسم الرياح اللي بتعبر عنها كل عبارة من العبارات دي تهب من منطقتها الدغط المرتفع عند دائرة عرض 30 شمالا وجنوبا الى منطقة الدغط المنخفض عند دائرة الاستواء يعني الرياح بتخرج من 30 شمالا وجنوبا تروح للمنطقة الاستوائية ده انهي نوع من انواع الرياح اللي احنا خدناها طبعا الرياح التجارية الرياح التجارية تهب من منطقتها الدغط المرتفع عند دائرة عرض 30 شمالا وجنوبا الى منطقتها الدغط المنخفض عند الدائرتين القطبيتين يعني راح من 30 شمالا متجه عند الدائرة القطبية الشمالية ومن 30 جنوبا الى الدائرة القطبية الجنوبية طبعا دي الرياح العكسية الرياح العكسي تهب من منطقتها الضغط المرتفع عند الكتبين إلى منطقة الضغط المنخفض عند دائرتين الكتبيتين الرياح الكتبية تغير اتجاهها بين الصيف والشتاء هي الرياح ايه الموسمية تهب على مصر وهي رياح محملة بالرمال والأتربة طبعا دي رياح الخمسين رياح الخمسين وإحنا قلنا رياح الخمسين من أنواع الرياح الايه المحلية بالنسبة بقى للأمطار تسقط نتيجة صعود الهواء الساخن المحمل ببخار الماء إلى طبقات الجو العليا ها ده أنهو نوع من أنواع الأمطار مش احنا خدنا ثلاث أنواع تصعودية تدرسية إعصارية ده أنهو نوع طبعا ده النوع الأول برافو عليكم عايزكم تجاوبوا قبل ما نقولي الإجابة وتشوف إجابتك صحة ولا لأ يبقى دي أمطار ايه تصعودية اللي هي تسقط نتيجة صعود حتى هتلاقي يعني الإجابة في الصعود نتيجة صعود الهواء الساخن أمطار تسعودية تسقط نتيجة استضام الرياح المحملة ببخار الماء بالجبال تبقى أمطار ايه دي؟ تدارسية تسقط نتيجة تقابل هواء بارد مع هواء ساخن بمحمل بخار الماء تبقى دي اسمها أمطار ايه؟ إعصارية أمطار إعصارية دلل على صحة العبارة الأتية توجد علاقة عكسية بين الحرارة والضغط الجوي ايه الدليل على كده؟ طبعاً مناطق عندما ترتفع درجة الحرارة يتكون نتاق من الضغط المنخفض وعندما تنخفض درجة الحرارة يتكون نتاق من الضغط المرتفع ما الفرق بين نسيم البر ونسيم البحر؟ بنقول أن نسيم البر يحدث ليلاً ونسيم البحر يحدث ايه؟ نهاراً نسيم البر يحدث ليلاً تخرج الهواء من اليابس متجهة إلى الماء أما نسيم البحر يحدث نهارا تخرج الهواء من البحر أو من الماء متجهة إلى اليابس اسكر مثلا لمناطق غزيرة المطر طبعا قلنا من دمن مناطق غزيرة المطر المنطقة الاستوائية متوسطة المطر قلنا إيه استحل الشمالي للبحر المتوسط في قارة أوروبا مناطق نادرة المطر السحراء الكبرى في قارة إفريقيا ما النتاج مترتبة على إفراط الإنسان في استخدام التكنولوجيا نتيجة إفراطه في استخدام التكنولوجيا طبعا ده أدرب البيئة وأدى إلى حدوث تغيرات مناخية صاحبها طبعا ارتفاع في درجة الحرارة وصاحبها قسرة إيه قسرة الأعصير وتعرض الأرض إيه للأخطار البيئي بكده بنكون خلصنا درسنا النهاردة أتمنى طبعا درسي يكون سهل وكونوا فهمتو أشوفكم على خير إن شاء الله في درسي جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة